أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره الأمريكي أنطاني بلانكين ضرورة منع أي هجوم عسكرية على مدينة رفح الفلسطينية جنوبي قطاع غزة التي تؤوي نحو مليون ونصف مليون شخص نزحوا إليها هاربا من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة بحسب القاهرات الإخبارية وبحث الصفدي وبلانكين في اتصال هاتفي جهود وقف الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة والهجوم الإسرائيلي على رفح الفلسطينية واعتداء متطرفين إسرائيليين على قفلة المساعدات الأردنية التي كانت متجهة إلى غزة عبر معبر بيت حنون من جانبي شدد بلانكين على أن الولايات المتحدة تتوقع من الحكومة الإسرائيلية اتخذ إجراءات كاملة ومناسبة لمنع هذه الهجمات على قوافل المساعدات ومحاسبة مرتكبيها